انطلقت الليلة البارحة على مستوى ولاية تقانت أعمال القافلة التحسيسية للمرسد الوطني لحقوق المرأة والفتاة تدف القافلة من خلال هذا النشاط إلى حماية وترقية حقوق المرأة وتشخيص المشاكل المطروحة لديها داخل قاعة الاجتماعات ببلدية تيججا جاء إشراف رئيسة المرسد الوطني لحقوق المرأة والفتاة رفقة والتقانت لاجتماع تحسيسين حول حقوق المرأة والفتاة وضرورة إشراكهن في تسير الشرع العام من خلال المشاركة السياسية الفاعلة وحضورهن في تظاهرات الثقافية والاجتماعية جنبا إلى جنب مع أخيهن الرجل نختار نعرف على المرسد هي مؤسسة حكومية استشارية أنشأت الحكومة للعمل على حماية وترقية حقوق النساء والفتاة الحكومة وعلى رأي رأسها رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني اطلعوا لأن وضعية المرأة وضعية حقوق المرأة ما زالت تقاعس شيئا ما وانت تطلب جهود مضاعفة وارتقاوا هم شركاء في التنمية أنهم يعدلوا هذه الهيئة الحكومية الاستشارية والتقانت رحب بهذا الاجتماع التحسيسي داعي المشاركين فيه إلى إبراز المكامل الخلل بغية الحصول على صورة تقريبية يمكن للمرصد من خلالها تستجيل أهم المعاوقات التي تحول دون ولوج المرأة في ولاية تقانت إلى مراكز القرارة بدوره ذمن كل من رئيس جهة تقانت والعمدة المساعدة البلدية تجججا هذه الزيارة والتي تدخل في إطار توعية العنصر النسوي بحقوقهن وكيفية الحصول عليها عضو المرصد المكلف بالحوضين والإعصاب والتقانت أكدت خلال كلمتها على ضروات توعية المرأة بأهمية المؤسسات المعنية بالشؤون الاجتماعية وتقديم الشكاوي إليها متى دعت ضروات إلى ذلك المرصد البطاني خلق عدل رئيس الجمهورية على قرار الدول فاتوا عدلوا الهمش كاملين اللي احضانة ويقول لي ماهم احضانة لهم اللي شافوا قيمته وشافوا أهميته ورئيس الجمهورية سيظهر الله أخيرا الحالي شاف قيمته وأهمية المرصد باللي شايف أن أكثر من نص المجتمع ماهم اتمكن ماهم شارك كذير ينقال له التلمية ومجتمع نص من لماء ولا أكثر من نص ماهم شارك ما يقدر طواء نهاية اللقاء تميز بحضور السلطات الإدارية والأمنية إلى جانب رؤساء المصالح الخدمية وعدد من النساء معيلات الأسر ومهتمين بقطاع الشؤون الاجتماعية والحقوقية في الولاية عبدالله الإسلم الموريتانية مدينة تشكجا